استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية خلال الأسابيع الماضية مرد ذلك وفق خبراء إلى المساعي الحكومية الأخيرة والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة سعر الصرف ومنع أي تداعيات محتملة ومنذ أكثر من شهرين يتراوح سعر صرف العملة الأمريكية فئة المائة دولار بين مائة وخمسين ومائة واثنين وخمسين ألف دينار وهو السعر الأدنى بعد سلسلة الضرابات شهدها الدولار بين صعود سريع وكبير وانخفاض بطيء فضلا عما رافق ذلك من إجراءات حكومية بلغت حد الملاحقات القضائية للمتلاعبين بالعملة الخضراء والمضاربين بها في الأسواق المحلية لكن ماذا وراء هذا الاستقرار؟ يؤكد مختصون ومسؤولون أنه جاء بعد سلسلة إجراءات حكومية تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كإجبار المصارف على الالتزام بالمتطلبات الدولية وإطلاق حملات لمتابعة المضاربين بالعملة الصعبة فضلا عن فرض البيع بالدينار على التجار وأصحاب معرض السيارات وبحسب مسؤولين فإن الاستقرار الأخير جاء أيضا بسبب القدرات العالية لاحتياطات العراق من العملة الأجنبية وإدارة تمويل التجارة الخارجية بطرق جديدة فضلا عن الانفتاح على التحويل عبر طرق مختلفة منها بطاقات الدفع بكل أشكالها ليس هذا فحسب إذ أن الاتفاقات التي أبرمت مع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي سمح لبعض المصارف التعامل بالعملات الأجنبية مثل اليورو واليوان الصيني والروبية الهندية والدرهم الإماراتي وعدم الاعتماد فقط على الدولار انعكست إيجابا على هذا الملف الذي مثل أزمة للأوساط الشعبية في العراق اشتركوا في القناة